هي حرة يا جماعة هي شايفة ان هي مش عايزة تعمل ده يبقى هي حرة محدش له الحق ان هو يقول لها تعمل ايه او ما تعملش ايه خصوصا في الموضوع ده بجد يعني محدش له دعوة النجمات اللي عرضت سوريتهم دول اتفقوا على الموضوع واحد يعني ما بينهم ما بين نفسهم مش اتفقوا مع بعض والموضوع ده ميدايق الناس مع ان هو ملوش دعوة بالناس الفنانة جالة هشام اللي مش عايزة تخلف جالة هشام طلعت وقالت في اكتر من انترفيو ان هي شايفة ان الخلفة دي حاجة صعبة جدا وهي مش قدها ومش تقدر تتحمل المسئولية دي وان هي مكتفية بكلبها وهي دلوقتي ام كلبها ومن نسبة لها موضوع الخلفة ده منتهي تماما ومش عايزة تعمل ده فالناس دايما بيهجموها يعني حتى في الكومنس بتاعة الانترفيوهات دي الناس بس تفوها مش بس هجموها يعني هي جالة مش لوحدها اللي قالت الكلام ده الحقيقة الفنانة بسانت شوقي مرات الفنان محمد فراج هي كمان بسانت قالت ان هي بتخاف من الموضوع ده جدا وبتترعب منه حتى لو كان فيلم كارتوم بتتفرج عليه فهي بتبقى قلقانة جدا ومش حب الموضوع دلوقتي او يمكن مأجلة الموضوع شوية برضو بتتعرض للهجوم والناس بقى بيفضلوا يكتبوا لها كومنس سلبية عن موضوع السن وانتي اصلا كبيرة كلام تنمر كبير وكتير بتتعرض له بسانت لمجرد ان هي واحدة قررت ان هي متخلفش دلوقتي والحقيقة مش بسانت لوحدها كمان فعندنا اخر تصريح لهنادي مهنة واللي قالت فيه انا اصلا بيبي فانا مش هعرف اجيب بيبي هو فيه بيبي هيربي بيبي فالتصريح ده معناه ان هي مأجلة الموضوع دلوقتي مش ان هي رفضها خالص حتى زي جالة هشام مثلا هي مأجلة الموضوع دلوقتي هل الناس هيسبوها في حالها؟ لا ما سبوهاش في حالها بهدلوها غسلوها نشروها شطفوها عصروها بهدلوها نادي مهنة في الكومنتز انا مش عارف انت شفتوا الكومنتز دي ولا لأ بس في كل مكان هتشوفوا فيه تصريح هنادي مهنة عن الموضوع ده هتلاقوا الناس بيهجموها هجوم غير طبيعي بيتدخلوا في قرارها اللي هو مأزدش فيه حد اكتر واحدة تهجمت بقى هي ايا سماحة ايا سماحة قالت بكل صراحة ان مش كل الناس لازم تخلف وان ممكن الموضوع ده يحصل بعدين هي دلوقتي حاسة انو مش هتعرف تعمل ده مسئولية كبيرة هي مش قدها فلو بعدين تمام ممكن ده يحصل بس لمحت في الكلام انو ممكن ده ما يحصلش والمسئولية دي ما اتحملهاش ومش هكون عاوزاها وعادي جدا مش شرط كل الناس تخلف فده كان نفس كلام جاله هشام فالناس قامت ضدها بقى خصوصا ان التصريح ده قريب طول كانوا الفنانات اللي مش عايزين يخلفوا كان فيه فنانات بقى كان نفسهم يخلفوا وللأسف ما حصلش الفيلم ده هو فيلم الحب الضائع فيلم الحب الضائع ده كان هو السبب ان شادية ما خلفتش سعاد حسني وزبيدة سروت ما كانوش المرشحات الاولى للفيلم ولكن شادية كانت من اوائل الناس اللي ترشحوا للفيلم ده وابتدت تشتغل عليه وكانوا يحطوا فيه اغاني وهي بتسجل في اغاني الفيلم اجهاضت جانينها وبعد كده شادية اجهاضت تلات مرات ما قدرتش تكون ام فاعتذرت عن الفيلم وكانت كرها الفيلم جدا هي من اكتر الافلام اللي بتكرها هو الفيلم ده سعاد حسني كمان ربنا ما كتب لهاش ان هي تكون ام لحد ما رحلت عن دنيانا وسعاد هي كمان اجهاضت لما كانت متجوزها من المخرج علي بدرخان اللي كانت بتحبه جدا وعلي بدرخان هو حب عمرها مش عبدالحليم حافز علشان الناس فهمها غلط وتجوزوا بتاع 11-12 سنة فسعاد عانت من موضوع كان نفسها جدا تكون ام ولكن للأسف محصلش لأ دي معلومة انا اتصدمت لما عرفتها الفنانة فاردوس محمد اللي كانت ام السينما المصرية يعني كل الافلام هي ام فيها ام كل الممثلين اللي مروا علينا في الابيض واسود ما كانتش ام في الحقيقة هي ما خلفتش في الحقيقة رغم انها ما كانتش ام في الحقيقة الا انها كانت افضل ام في السينما المصرية بلا منازع في وجهة نظري طبعا عندنا امهت كتير قدوا دور الام بشكل كويس في السينما المصرية ولكن فاردوس محمد بالذات كنت تصدقها قوي بتتقن الدور بطريقة رغم ازاي ما قلتلكم انها مش ام في الحقيقة ما خدتش اللقب ده يعني ما جربتش شعور الامومة ولكن سبحان الله الفنانة امينة رزق كمان رغم انها قدمت عشرات ادوار الام في السينما المصرية الا انها في الحقيقة ربنا ما رزقهاش بأولاد وما جربتش شعور الاموم فنانة نبيل عبيد بقى كانت من النجمات اللي كانوا بيجهدوا نفسهم عن قصد علشان الحياة العائلية دي ما تاخدهاش من الفن ولكنها صرحت بعد كده انها ندمت على ده انها كانت تفضل انها تعمل اسرها وتجيب اولاد وكده ولكن ربنا ما كتب لهاش ده طبعا الفنانة سوهير رمزي بقى قصتها مختلفة شوية هي بتحب والدتها جدا 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 على فكرة والدتها هي فنانة قديمة شوية بس انا مش فاكرة اسمها اعتقد عواطف مش فاكرة مش مهم فهي متعلقة بولدتها جدا وكانتش عايزة تتعلق بحد تاني بالشكل ده فقررت انها ما تخلفش فكانت بتجهد كتير من اكتر من زوج لها بتجهد ولكن هي قالت انا ما كنتش عارفة ان هو حرام وطبعا يعني لما عرفت ان هو كان حرام يعني لما تدينت بقى وكده عملت عمرات وحاجات وقالت انا عوضت بقى حبي للعيلة والاولاد في القطط ده قطط كتير جدا في بيتها لما جات في برنامج قبل فهيتا كانت بتحكي لها عن عددهم بس انا العدد مش متذكرة بالضبط بس رقم كبير الفنانة سناء جميل ربنا ما رزقهاش بقى ولاد ولكن الفنانة سناء جميل كمان عانت في حاجة من حياتها واصرت فيها لما عرفتها قوي هي من الصعيد وعلى ايامها ما كانوش بيحبوا التمثيل ولا المهنة دي فاهلها كانوا رفضين ان هي تدخل المجال ده فقطعتهم او هي لما قالت لهم ان هي تشتغل فيه قطعوها وما كانش لها علاقة باهلها خالص فما بقاش لها علاقة باهلها وكمان ما خلفتش دي صورة من خطوبة ليلة علوي واكرم حجار اللي مش ناس كتير تعرف عنها حاجة واعتقد الخطوبة دي كانت في ايه 99 بعد جدا الخطوبة دي ما تمتش وليلة علوي قعدت كتير مش ما فيش حد في حياتها ثم فجأة اتجوزت رجل الاعمال منصور الجمال اتمنى مكوش الزاكرة خينيني وانا فيه النهار ده المهم يا جماعة اتجوزت في الالفنات قعدوا مع بعض كم سنة وبعد كده انفصلوا فليلة علوي ربنا ما رزقهاش بقى اولاد ليلة علوي بقى قصتها مختلفة عن باقي الفنانات لان هي تبنت طفل الحقيقة هي ما عملتش زي الاخرين هي تبنت طفل ابن حسب كلامها ابن واحدة قريبتها توفت فهي اخذت الطفل ده عندها تربيه اسمه خالد وبيقولها ماما وعيش معاها يعني فقصتها مختلفة في النقطة دي لهام شهين كمان كانت رفضة فكرة الخلفة واجهدت كتير لانها كانت متخنقة مع جزها ده بينهم مشاكل علاقتهم مش كويسة فعلى هذا الاساس كانت رفضة الخلفة وبعد كده قالت بقى ايه انا يعني معاش عايزة حاجة تاخدني من فني وبعد كده لما كبرت وبيسألوا عن الموضوع ده بتقول ان انا عمري ما كنت هقدر اتحمل ان اي حاجة وحشة تصيب اولادي مش كل الناس بتتحمل المسئولية والكلام ده قالت ان انا ما تخيلش ابدا ان لو حد فيهم حصل له حاجة انا هتكون عاملة ازاي فالهم شهين معديش مشكلة مع موضوع انها ما خلفتش ده خالص وطبعا كلنا عارفين ان الفنانة يسرى هي كمان ربنا مرزقهاش باولاد بس يسرى كانت حامل في مرة واجهدت والدكتور قال لها ان في خطر على حياة الجنين بسبب مشاكل يعني في الحمل بتاعها فاجهدت ولكن ربنا مكتبلاش بعد كده ان يكون عندها اولاد والحد النهاردة كل ما بتيجي في اي برنامج لازم يسألوه عن الموضوع ده وهي دايما بترد على الموضوع ده وبكل صدر الرحب وبتقول ان هي ربنا رزقها باولاد اصحابها وجرنها وان هي بتحبوهم جدا وما عندهش مشكلة في الموضوع ده وبتقول ان ده الصح علشان هي ما كانتش قد المسئولية دي وعلى فكرة هو جزء كمان ما كانش عاوز يخلف واخر واحدة معنا هي الفنانة لبلبة اللي اتجاوزت مرة واحدة بس في حياتها من الفنان حسن يوسف لبلبة وحسن يوسف كانوا بيحبوا بعض جدا وتجاوزوا عن قصة حب رهيبة وانفصلوا بسبب دور هو ما كانش عايزها تعمله وهي اثرت على الدور ده كان فيه مشهد معين هو مش عايزها تعمله فانفصلوا ومن بعدها هي ما اتجاوزتش لحد النهاردة لحد النهاردة ما اتجاوزتش ابدا وهو طبعا اتجاوز شمس الورودي اشتركوا في القناة